برنامي الرامي إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان الشادي وبناء دولة القانون والبحث عن سبل كفيلة لتحسين حالة المزلاء في السجون وتفير سبل الراحة لهم هو الأمر الذي جعل فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يقوم بعد ظهر اليوم بزيارة إلى مشروع بناء السجن المركزي لمنطقة كليسوم الواقع على بعد 8 كم جنوب شرق العاصمة أنجمينا هذا السجن والذي من المفترض بأن يحل محل السجن القديم بحي أم سنان المعروف باسم ميزون داري تم وضع حجر أساسه في أواخر عام 2013 وحتى هذه اللحظة الأعمال لم تجري على الوجه المطلوب وهو الأمر الذي جعل فخام الرئيس الجمهورية يقوم بزيارة تفاقدية نسميها مفاجئة من الوقوف على سير العمل هناك رداءة في التصميم وعدم الالتزام بالشروط المتفق عليها في دفدر العطاء والذي ينص بأن السجن يجب أن يكون جداره مبني بالخرسان المسلحة ويجب أن يكون طول الجدار حسب السجون في العالم ولكن لا هذا ولا ذاك تم تنفيذه إضافة إلى ذلك حيث المدة الزمنية لتكملة المشروع حددت بمدة أقصاها 18 شهرا أي سلاس سنوات وهذه المشكلة أيضا معلقة ووصل المشروع إلى يومنا هذا إلى خمس سنوات بنسبة إنجاز لا تتعدى الثلاثة واربعون في المئة كل هذه المشاكل تعرف عليها فخام الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إتنو خلال جولته التي استمرت أكثر من ساعة في سجن مدينة كليسوم الجديد من جانبه أعطى فخامته تعليمات صارمة لوزير العدل وحقوق الإنسان ووزير البنية التحتية بأن يصحه الفوارق والملابسة التي طرأت في المشروع ويجب على الشركة المنفذة بأن تستجيب على الشروط المتفق عليها في دفدر العطاء ومن الجدر بالذكر أن السجن بني على مساعة خمسة هكتارات خصص منها ثلاثة هكتارات لمبنى السجن الذي يضم سبعين عنبرا مقسم للنزلاء حسب أحكامهم وعنابر أخرى مخصصة للنساء والأطفال والقصر وزي الأحكام القفيفة وغيرهم أما المساحة الأخرى فخصص لبناء ثلاثين عنبرا للسجناء زي الأحكام الإجرامية الكبيرة ويضم السجن مبنى إداري ومركز صحي ومطبخ كبير واستراحة لنزلاء وبيت لمدير السجن وبيت آخر لرئيس الأمن بالسجن ومركز تدريب للنزلاء ومركز آخر للتأهيل والتدريب كما يحوي السجن على خزان مياح كبير بقدرة إنتاجية تبلغ ثلاثين مترا مكعبا من المياه في الساعة هذا جانب المراحيت والحمامات الخاصة والجماعية وغيرها ويضم أيضا مخزن كبير للتخزين المواد الغزائية والأدوية وغيرها أما المساحة المتبقية والتي تبلغ إثنين هكتارا خصية المساحات الخضرة وزرع الأشجار المسمرة وزراعة البقوليات والخضروات والغلال من أجل إطعام النزلة الزيارة تكللت بالنجاح ولكنها أعطت صورة غير مكتملة مما أزلت القناع المربوط على وجه الشركة المنفذة وهذه الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لمشروع بناء سجن مدينة كليسوم سيكون عبرة ويضع النقاط في الحروف على كثير من المشاريع القائمة الآن والتي قد تكون أكثر مخالفة من مشروع بناء سجن مدينة كليسوم وتلفت الزيارة أيضا انتباه كل من تسول له نفسه بالتلاعب ووضع العقد في عجل التنمية الجارية والمرحلة القادمة هي مرحلة تصحيح كل المشاكل العالقة لأن الجمهورية الرابعة يجب أن تكون جمهورية نظيفة من التلاعب والعراقيل اللهم بلغنا فشاد